وأما موسكو انضم إلينا بسام البني الكاتب والمحلل السياسي سيد بسام ربما تابعت كلمة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أي درجة هي جاءت بناء على تفاهمات ميدانية بين موسكو ودمشق وكذلك الإعلان عن تشغيل مطار حلب الدولي سيد بسام نعم يعني ليس هناك تفاهمات تركية روسية حتى الآن هذه الخطوة هي رسالة لتركيا أن الحرب مستمرة وأنه لا يمكن الاستسلام للتهديدات التركية القائمة اليوم بغير حق على الأراضي السورية يعني عجيب أمر تركيا تطالب الجيش السوري بالخروج من مدن سورية تطالب الجيش السوري بالتراجع عن أراضي سورية من هي التي تفرض هذا الأمر لذلك قرج الرئيس الأسد على ما أعتقد ليرسل رسالة واضحة أن الحرب على الإرهاب مستمرة هذا ما يتوافق ويتماشى مع ما تصرح به روسيا حول الوضع بأنها ستتواصل دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب وبالذات عندما طلب ترامب من روسيا التوقف عن دعم الجيش السوري كان الرد الروسي واضحا وسريعا أنه لن يتوقف عن دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب أما عن المحادثات التي تجري اليوم بين تركيا وروسيا لماذا تم تمديدها يا سيد بسام؟ لماذا تم تمديد هذه المحادثات إلى الغد؟ هل هي درجة من درجات الخلاف؟ نعم 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 ربما هي دراسة نقاش تفسيرات لما يدور على الأرض نعم 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 سأفسر لك الآن صديقي تركيا تمعت من روسيا في اللقاءات السابقة وفي لقاء اليوم ما لا تريد أن تسمعه يعني هناك تسريبات عن أربع نقاط مهمة تطرحها روسيا على الطاولة تطلب من تركيا أولا عدم مطالبة الجيش السوري بوقف هجماته ضد الإرهاب ثانيا عدم إقامة دولة داخل دولة تحت وصاية تركية وتقصد به إدلب ثالثا والأهم ألا تقوم فصائل معارضة موالية لتركيا بدور تركيا في المواجهة أو في تأمين مناطق نزع السلاح أو مناطق الآمنة ثالثا رابعا وأخيرا وهو تنفيذ اتفاقات السابقة رابعا وأخيرا تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تم الاتفاق عليها ومنها اتفاق سوتي وروسيا أسمعت تركيا أن الجيش السوري ليس هو من لا يلتزم بهذه الاتفاقيات وإنما تركيا هذا ما يزعج الأتراك ويجعلهم يقومون بتعزيزات عسكرية قادمة الشيء المرعب في الأمر يعني كما يقول استينسلافسكي أبو المسرح الروسي أنه إذا كان على حائط المسرح معلقة بندقية لابد أن تأتي الأحداث وهذه البندقية تطلق النار إذا أطلقت النار ستقوم حرب شاملة وهذه الحرب لا أحد يعلم أين الضمانة سيد بسامت هناك جنود أتراك ولهم سلاح وهذه الشرارة التي تتحدث إلينا الآن كيف يمكن تلافيها أو تفاديها الآن نعم ما قصدته أنا أن وجود الآليات العسكرية التركية التي ترسلها تركيا كل يوم بغير حق إلى الأراضي السورية يجعل موقف خطير للغاية ممكن أن تقوم مواجهة شاملة بين الجيش السوري والجيش التركي هنا لن تقف روسيا واقفة متفرجة لأن الموقف الروسي واضح وصريح أن الجيش السوري والجيش السوري والجيش هنا ولا نسمح لأحد بإسقاطه بالقوة روسيا بالشكل دائم تكرر وتقول أنها ضد أي تدخل بشؤون سيادة الدول بالقوة تغيير الأنظمة بعض التصريحات التركية المتطرفة ذهبت إلى القول أنه يجب على الجيش التركي الذهاب إلى دمشق وإسقاط النظام بالقوة هذا الأمر روسيا مرفوض قولا واحدا وكليا وكل التصريحات السابقة واضحة حول هذا الموضوع أيضا أضف إلى ذلك أن تركيا أسقطت أوراق التوت التي كانت تستر بها عورتها حول أنه ليس لديها أطماع في سوريا هذا الأمر ما يقلق الروس بشكل كبير ويجعل المعركة قادمة لا محالة سنرى مخرجات الغد سنرى المخرجات بالغد سنرى المخرجات بالغد يا سيد بسر سنرى المخرجات بالغد صديقي قد يصل إلى شكرا شكرا ساكت في بعض الخطوة وننتظر سويا هذه المخرجات لكي نحللها على الهواء شكرا جزيلا ضيف راما موسكو بسم البني الكاتب والمحلل السيسي شكرا جزيلا